اهلا بك زميلي امير هشام اهلا بك واهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان بالفعل احنا الان في فندق الاقامة من قلب على عاصمة البيتسونية جبروني وبعد اتاء فريق النادي الاهلي التدريب الاساسي والرئيسي على ملعب الجامعة البريطانية هذا التدريب الرئيسي يأتي قبل موعد المباراة ب48 ساعة لكن بالطبع يمكن الخبر الابرز في هذا التدريب وفي اليوم بشكل عام الاصابة التي تعرض لها وليد ازارو المهاجم المغربي في جزء من المران الفني في ختام هذا التدريب لكن اعضر اطمنك الاصابة ليست اصابة كبيرة او قد يعني طعيق وليد ازارو عن اللحاقة بمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في البطولة الافريقية غدا الجهاز الطبي سيحسن موقف اللعب الاصابة ليست عضلية هي اصابة في منطقة الحوض اصابة خفيفة جدا دكتور خالد محمود طبيب الفريق وصفها بهذا الوصف انها اصابة خفيفة غدا في المران الرئيسي على الملعب المباراة الملعب الوطني الذي سيستطيف هذه المباراة سيتم اجراء الكشف الطبي وامكانية لحاق وليد ازارو بهذه المباراة ايضا الجهاز الفني كان خلاص في الجزء الاخير من المرانة ويعتبر انها التدريب بشكل جيد جدا فبالتالي فضل عدم يعني انه يعني يعطي جرعات تدريبية اكثر من ذلك خفا من تعرض اي من اللعابين للاصابة بعد تعرض وليد ازارو لاصابة في الجزء الاخير وبالتالي الحمد لله المران انتهى بشكل جيد الجهاز الفني يعني طبق الفكر الفني في هذا التدريب لمباراة تونشيب والطريقة الممكن اهل يلعب بها مباراة تونشيب لكن بشكل عام هي الاصابة التي تعرض لها ويأزارو يعني جعلت الجهاز الفني يفضل عدم اقامة اي مران فني او يكتفي بهذا القدر خاصة انه خلاص يعني اكتفي الجهاز الفني بما قدمه في هذا التدريب وما عملوا اللاعبون في هذا التدريب من تدريبات بدنية وتدريبات فنية وتزديد على المرمى وايضا كمان تدريب حراس المرمى في الجزء الاول من المران النهاردة صباحا يمكن الجهاز او تحديدا كابتن محمد يوسف والكابتن زمير عدلي توجه الى مقر اقامة تفريق تونشيب وتحديدا كان هناك لقاء مع رئيس النادي هو جهندي الجنسية رئيس نادي تونشيب البتسواني لالاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم المباراة وبعض الطلبات التي طلبتها بحس التفريق النادي الاهلي في الساعات القادمة نتيجة بعض النواق السواء في اوتوبيس زيادة او سيارة خلال الساعات القادمة سواء في الذهاب للتدريبات او ايضا كمان التواجد في الاستعداد للمباراة باذن الله يوم السبت القادم الاجواء الحمد لله تصير بشكل جيد درجة الحرارة بتنخفض يوم عن اخر الحمد لله قد تكون هذه الاجواء مناسبة ومواتية لفريق النادي الاهلي لاداء مباراة على الاضواء الكاشفة في السادسة مساء مباراة جيدة مباراة تقام في الاجواء الافريقية لكن سيظل لها التواجد في الاجواء الاوروبية نتيجة درجة حرارة منخفضة نتيجة كمان المباراة تقام على أضواء الكاشفة وبالتالي ده حاجة بتسعد الجهاز الفني بعد المران مباشرة للفريق بعد ما وصل لفندق الإقامة فيه مران استشفى يعني مختص تلجي لعدد ده مناء اللاعبين في داخل فندق الإقامة بالإضافة إلى ذلك الجهاز الفني يفضل عدم إقامة أي محاضرات فنية اليوم عشان يعطي اللاعبين فرصة للتواجد في الغرف أو في فك عضلات لكن فكر أن اللاعب تتحرك ويكون فيه مران ماشي خفيف ببهو الفندق وبجوار الفندق وكان هناك مدعبات وحالة من المرح بين اللاعبين في صباح هذا اليوم لدرجة نعم حارس حتى كمان عامل غرفة الملابس يعني التغط العديد من الصورة التسكرية والسيلفي مع عدد ده من اللاعبين أبرزهم شريف إكرامي الحمد لله حتى هذه اللحظات الأمور تسير بشكل جيد يتبقى فقط غدا بإذن الله سنعلم يعني مواد الاجتماع الفني وما هي الترتيبات في هذا الاجتماع أيضا المؤتمر الصحفي وتصرحات المدير الفني السربي لفريق تاونشيب وأيضا تصرحات باتلس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي وسيحضر معه في هذا المؤتمر أحد لاعبي الفريق ثم المران في السادسة مساء بحضور وسائل إعلام في أول ربع ساعة من التدريب هذه كانت الأجواء هنا من بعثة فريق النادي الأهلي يا أمير لكن الحمد لله أقدر طملك الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد جاز الفني بستعد لهذه المباراة كانت هناك اجتماعات مستمرة خلال الساعات الماضية وصباح هذا اليوم بين مجموعة من اللاعبين شريف إكرام وحسام عشور وتجمع كل اللاعبين في غرفة حسام عشور للحديث عن المرحلة القادمة وكل اللاعب لديه أي أمور فرعية يتحدث بها خلال الساعات الماضية لكل فصل هذه الأمور وبدأ التركيز والحديث فقط حول المباراة القادمة أمام تونشيب والتي تقرر إقامتها حتى هذه اللحظات في السادسة من مساء السبت القادم بإذن الله على الملعب الوطني في جبروني إليك الكلمة أمير بشكرك محمد شكرا جزيلا طبعا زميلنا مرئيس القناة النادي الأهلي محمد سعيد للمتاواق أدن